طبعاً ظهرت بداية مقدمات الأهلي والزمالك شاركوا في الأدوار التمهيدية الزمالك لعب يمكن دول 64 زيادة عن الأهلي لكن ظهروا في الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري أطال أفريقيا ثم جولتين في بطولة الدوري العام إرايتكم للفرقتين وشكل فرصهم في المنافسة على لقب السوبر مصري ماتش يمجب عن شاء الله دائم مع خالف طيب خليني أقول أن الأرقام بتوضح حاجات كتير الأرقام مش إنديكيشنز مطلقة باتفقين بس أي قرية المطش أهلي وزمالك صعب جداً حد يحسم الموضوع بالذات الأهلي والزمالك بس في مؤشرات في أرقام بتوحي بمؤشرات الأرقام بتقول إيه أرقام بتقول إنه الزمالك عنده أفضلية هجومية ليه؟ لأنه بيوصل عدد مرات أقل للجول ولكن الأكس جي بتاعه أعلى بكتير نتكلم عن الفعالية الهجومية الأهلي بيوصل كتير جداً ولكن الأكس جي بتاعه نحن طبعاً عارفين أنه المباراتين اللي خضوا من نادي الأهلي في بطولة الدورة المصري خلصوا الاثنين واحد صفر وزمالك الاثنين خلصوا اثنين صفر غير المباراتين بتوع الدورة المصري في مبارات دورة أبطال إفريقيا اللي كنت لسا بتتكلم عليها باستثناء مبارات المنستيري الاتحاد المنستيري في القائرة اللي خلصت بتلاتة تلاتة اربع أهداف الأهلي أساساً كده خليني نبدأ من الأول تلاتة اربع أهداف الأهلي من كرات ثابتة وده بيدل على قوة الأهلي في الكرات الثابتة سواء من ركلات ترجيح زي ما كان في المبارات اللي فاتت أمام أسوان أو من ركلات ثابتة زي ما كان قدام الاتحاد المنستيري الأهلي بيوصل كتير بيدخل عدد أهداف قلية ولكن اللي بيتميز به الأهلي هو القوة الدفاعية الأهلي مش صلابة دفاعية ولكن الأهلي ما بيوصلش داخل منطقة جزاؤه فرص كتير ده نابع من إيه؟ ده نابع من أن الأهلي خطه وسطه بيستحوذ على الكرة أكتر وبيبدأ يضغط ويستخلص الكرة من أماكن فقده للكرة بمعنى أنه بيختلاش الكرة في مناطق الخطورة عنه بالزبت كده فأنا بفقد الكرة في نص ملعب المنافس أنا بضغط عليه في نص ملعب المنافس عشان ألحق أخد الكرة العكس صحيح العكس في الزمالك أنه الزمالك بيستقبل هجمات خطيرة جدا كتير في منطقة جزاؤه ولكن طلع باتنين كلين شيت وده بيدل على صلابة دفاعية ولكن في مبارات القمة طبعا الأعصاب بتبقى مختلفة شوية عامة بزعب الفرق التانية فالضغط ممكن يولد هدف أو ممكن يولد خطورة على مرمى محمد عواد بيستقبل هجمات خطيرة كتير ولكن في نفس الوقت هو بيروح على الجون مرة أو مرتين بيجيبهم الجون هقرر معكم الخطوط الثلاثة بس عايزة أسأل فاروق على القيادة الفنية فريرا الأهلي بالنسبة له مش المواجهة يعني مش المواجهة رقم واحد بالعكس مواجه الأهلي كتير جدا وواجه الأهلي قبل كده في الإمارات واعتقد فاز مع الزمالك بالسوبر في الإمارات قبل كده ولعب مع الأهلي كتير في مواجهات أخيرها الموسم الأخير ده ثلاث مواجهات مع ثلاث مديرين فنين مختلفين بداية من الخمسة بتوعبيتسو موسيماني ثم بعد كده مع كابتن سامي أمصان ثم مواجهة تانية مع ريكاردو سوارش هل وجود كولر في قيادة النادي الأهلي بالنسبة للجهازين بالنسبة للمسر فريرا هل أهلي كولر مختلف عن الأهلي الوجهوا فريرا قبل كده وإزاي أيضا يتعامل مع مرسيل كولر في أول لقاء قمة وخصوصا على لقب وبطولة وهي بطولة السوبر المصر خلينا نتكلم من مدارب كبير زي مرسيل كولر خاد دربيات كتير في أوروبا وطبعا الدربيات في أوروبا مش هتختلف كتير عن دربي الأهلي والزمالك لو رجعنا للإراءة الفنية للمباراتين كل فرقة في الدوري سواء الأهلي ضد الإسماعيلي وأسوان أو الزمالك ضد اسموحة وسراميكا فإحنا ممكن نتقع السيناريو التكتيكي اللي يحصل في المباراة وهو استحواس كامل للنادي الأهلي من البداية وتراجع دفاع النادي الزمالك لأن طريقة فريرة معروفة في التقفيل الدفاع شفناها ضد فرق أقل فنيا وأقل من حيث الاسكواد ومن حيث القدرات بيسيب الكرة للفرقة الثانية وهو متعمد ده لأنه عنده أفكار بيطبقها في فور قطع الكرة من الخصم لأنه بيحتاج دايما الخصم يفتح خطوطه ويتقدم للأمام وجود عنصرين مهمين جدا في الزمالك وهو أزيزو وإمام عشور على طول أول ما الكرة بتتقطع بتلاقي إمام عشور بيتحرك في المساحات مع أزيزو وهو بيستغلها بالكور العالية على سيف الدين الجزيري فالاستحوازها يبقى للنادي الأهلي من البداية أهم حاجة في مباراة السوبر بالنسبة للنادي الأهلي هو عدم تلاقي هدف هو عمل دمع يمكن أبرز نموذج وانت بتكلمني شوفت دمع سموحه وشوفت دمع سيراميك لكن أكتر نموذج حاسته وانت بتكلمت مطش الهلال في السوبر المصري السعودي هو بيعتمد على حاجة مهمة جدا تسجيل الهدف والحفاظ عليه انت لو وديته فرصة ان هو يسجل هدف أو نادي الزمالك سجل هدف في البداية هيبقى صعب جدا تقويضه لأن نادي الزمالك مع فريرا هو حافظ اللعيبة حافظ أدوارها الدفاعية بشكل مثالي صعب جدا تلاقي أخطاء صعب جدا تلاقي مساحات بس أنا شوفت أخطاء كتير جدا في مطش سموحه ومطش سيراميك يعني أخطاء أخطاء عادية لكن في مناطق الخطورة بتبقى صعب جدا تلاقي أخطاء ممكن يبقى وارد ان فيه أخطاء طبعا لكن مش حاجة تستنيها في المطش فصعب جدا ان انت تدي الزمالك هدف مبكر وخصوصا ان الزمالك دايما عنده خطورة في الكرات السبت فلازم يبقى فيه استقرار من بداية المباراة وضغط كامل وأهم حاجة ما تظهرش الأخطاء اللي ظهرت في مطش أسوان في التمرير الخاطئ كان فيه تمرير خاطئ كتير جدا خصوصا في الشوت الأول في مباراة أسوان وده لو ظهر ضد الزمالك ممكن يبقى فيه ملامح خطورة للزمالك فأهم حاجة ان مارسل كورر من البداية يبقى عامل حسابه انه الكورره تبقى فرجله ما يندفعشه هجوميا بشكل مبالغ فيه ودايما يحايد اتنين لعيبة اعتقد لو تحايده مش يبقى فيه خطورة كبيرة لنادي الزمالك وهم مزيزه وماما عشور خالد بتشوف أبرز نقاط الضعف يعني انت بتتكلم مع الجهاز الفني النادي الأهلي النهاردة وانت قاري أو مذاكر فرقة الزمالك أبرز نقاط الضعف أو بلاش نقاط الضعف والصغرات اللي ممكن تشتغل عليها عشان تقدر تختارق وتوصل وخصوصا اتوقع انه زي ما كان فاروق بيتكلم انه الزمالك دايما بيعتمد بشكل كبير جدا على انه يؤمن يلعب زون وينقل هجمة سريعة وكاونتر اتاك يحاول يخلص بيها المباراة و الزمالك من الفرق اللي ما بتسجل الاول بتبقى فرق بايخة يعني بيبقى ماضش بايخ بالتالي الحسابات تتلغبط معه جدا لو الاهل يسجل الاول هيتطر هنا يتخلى عن السلوح اللي الفرقة متعودة عليه ويبتدي يطلع من منطقته واعتقد ده هيزود حجم المشاكل اهم الثغرات من وجهة نظرك اللي موجودة في فرقة الزمال وفي طريقة فريرة بص يا طريقة فريرة في المجمل ما فياش ثغرات واضحة ولكن المضش ده هيبقى فيه ثغرتين اللي هم ايه رقم واحد حمزة المثلوسي حمزة طالع الكيرف بتاعه طالع دلوقتي بشكل مميز جدا كعارفين فريرة بيلعب ثلاثة وراء منهم حمزة عشان خاطر حمزة يبقى باك يمين في الحالة الهجومية ويرجع قلبة فاع ثالث وعمر جابر بيرجع يبقى باك يمين او سيد نمار الموسم اللي فاته مين اللي يبدأ المطش ده سيد نمار ولا عمر جابر عمر خبرات وتسمح له ان هو يبدأ مطش كبير زي مطش القمة مطش السوبر فلا متهيأ لعمر جابر خاصة ان هو اللي بدأ من بداية الموسم يعني من بعد ما نضم للزمالك من بعد ما عاد للزمالك برضو لازم نأكد حمزة بيسيب وراء مساحة في الفرق ما بينه وما بين السنتر باك السويبر بيسيب وراء مساحة لو احسن الوينجليفت والبلايميكر اللي عند الاهلي استغلالها هيشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى محمد الشناوي محمد عواد على مرمى محمد عواد انا اناسف مع الوضع في الاعتبار انه الثغرة التانية اللي بتكلم عليها هو عدم وجود الوينج الثغرة دي كانت دايما ما بتبانش قوي في المطشات بسبب وجود الوينج الوينج عنده القدر على ان هو يكفر بسرعة وراء حمزة المثلوثي او حتى وراء الظاهير التاني ايما كان محمد عبدالله احتمالي بقى متيب بالضبط كده المطش اللي فات كان مصوفة الزناري عنده القدر على ان هو يكفر وراء طبعا الوينج ملعبش عشان خاطر كان مصاب لما الزناري يلعب قوي مبارالي الفكرة فيها انه المساحة اللي بيسيبها راح حمزة المثلوثي في عدم وجود الوينج قد تكون المفتاح اللي ممكن الاهلي يختارق به لعمق منطية الجزائل ان انا بأكد على كلام فاروق انه كل لاعب في خطة فعال زمالك تحديدا عارف دوره وعارف بيتحرك من فين لفين سخد بالك التلاتة ملعبوش جميع بعض كتير برضا خالد يعني زناري مع عبدالغاني مع مسلوثي في الرصة دي خطة فعال ممكن يبقى متيب مش الزناري ما اعتقدش انه في ريالا ممكن يخطر بالزناري في اول مباراة او مباراة قمة يعني فخاصة ان دي هتبقى ثاني مباراة لي هو ملعبش اول مطشف في الدوري ملعبش للأدوار بتاعت الدوري ابطالي افريقيا فهو ممكن يدفع به او يغامر به في مباراة انا هاجي لكم للتشكيل يعني هاجي لقرايتك للتشكيل الامسة لأهلي وزمالك بس يهمني على زي ما قريت كده مع خالد فكرة الرصة الدفاعية او الصغرات اللي ممكن الاهلي يستغل لها لازم اسألك فاروق من الامس وخصوصا طبعا مع عودة بيرسي تو مع وجود برونو سافيو في اول لقاء قمة شادي حسين يعني احنا نتكلم على خط هجوم في لعيبة يا اما عائدة من اصابة يا اما جاية صفقات جديدة مع وجود طبعا شريف وحسام حسن وطاهر وحسين الشحات شايف التركيبة الهجومية الامسل للتعامل مع طريقة لعب الزمالك ومع خطة فعال نادي الزمالك فاروق ما يرد ممكن فاروق يرد على الحطة بتاعت الهجوم بتاع الاهلي وبعدين نتكلم على حاجة تاني في خط النص ونسأل فاروق برضو من الامثل اللي اتعامل معك تمام تمام انا في الماتشاط الكبيرة دائما بفضل ان انت تفرد اسلوبك ما تغيرش عشان الخصوص انت تفرد اسلوبك واعتقد ان مارسل كولر ممكن يفرد اسلوبه هو على الورق بيبدأ 4-2-3-1 بشكل معتاد النادي الاهلي تتحول 4-1-4-1 مع تقدم عمر السلية اللي رجوعه في المباراة دي كان لو ديانج موجود كان هيبقى فيه بقى مفضلة مين هيبدأ عمر السلية ديانج حمدي فاتحي مين الاثنين فيهم اللي يبدأوا لكن خلاص المؤكد ان تقريبا عمر السلية هو اللي هيبدأ وده بيدي لمحات هجومية اكتر لوسط ملعب النادي الاهلي لان وجود حمدي وديانج آه بيديك صلابة دفاعية كبيرة جدا لكن على ناحية الهجومية عمر السلية هو أكيد أكثر تمييزا من السنائي فعمر السلية هيبقى متواجد فكرتش في أكرم توفيق في الحتة دي هو أكرم إحنا لغنى عنه في النادي الآلي في الظاهير الأيمن أعتقد أن حتى مرسل كورر هو لو أنت سألته على أكثر لعب أنت لفت نظرك من المباراة الأولى هيقولك أكرم توفيق ولو سألته أن أنت قبل ما تيجي اللعب ده كمصاب 6 شهور يقولك مستحيل أن يكون أكرم توفيق كمصاب 6 شهور فهو لعب أعتقد لغنى عنه في المركز دي أنت تأمن الباكة اليمين بأكرم توفيق في الحتة دي بالضبط خصوصا أن الحتة دي بيميل عليها زيزو كتير في وجود أكرم توفيق ما أعتقدش أنه يلعب يقدر حاليا في مصر يكون يتفوق على أكرم توفيق في اللجوم أنا إن كنت بفضل في البداية أفضل الأسماء اللي عندها خبرة بمباراة القمة في النادي الآلي يعني هتقول لي يلعب برونو سافيو ولا أفشا أقول لك لا بوجود أفشا مهم هتقول لي محمد شريف ولا شدي حسين أقول لك محمد شريف لأنه سجل في النادي الزمالك ودائما مباراة القمة بالنسبة له بيكون نواة متعرضة بس لتبالك برضو يعني في لعبة أوقات كتير جدا مطش بحجم مطش وأهمية وهو عارف أن الجمهور قد إيه مهمة بالنسبة للمطش بيبقى نوع من أنواع الدوافع والضغط في جانب عكسي يعني الضغط بيبقى جديد ولو شادي مثلا أتيحت ليه انفراضات في مباراة مهمة زي دي وكان فيه لقدر الله تضيع للانفراضات دي ممكن دي أثر عليه بالسلب بعد كده فالمباراة دي دايما أقص لحظوا حدين ممكن تكون ولادة نجم جديد للنادي الآلي لكن في نفس الوقت ممكن تكون ضغط كبير على حتى لعب محترف زي برونو أعتقد أنه هو مش هيعارف الأجواء مباراة الآلي والزمالك فممكن يبقى ليه أدوار في الشوت التاني لكن دايما البداية تكون من لعبة الخبرة اللي ليها متمرسة أكتر في مباراة القمة شكل وهي الجبع على حتى اللي أنت عايز تتكلم دايما خط النص هو اللي بيحكم سيناريو المباراة وبيحكم مين هيبقى متحكم أكتر في مين هيكون الفعل مين هيكون رد الفعل المواجهة بين خطين النص وخصوصا طبعا خط النص في نادي الأهلي أكتر استقرارا أكتر انسجاما يعني فترات طويلة جدا منتخب وأهلي مع بعض بطولات كتير جدا قبلوا فرق من العارة التقيل جدا 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 تخطوا بكتير مرحب يعني مستوى المواجهات المحلية على عكس تماما من الزمالك اللي بيضم مع ناصر جديدة غياب الانسجام غياب التفاهم شايف المواجهة بين خطين النص ازاي خاني طيب وترشيحتك كمان يعني الأهلي يمكن يكون واضحة في خط النص الزمالك توقعتك لي بس أول زمالك ما عندوش الأفضلية بتاعتنا هو يختار لأنه في ظل عدم موجود دونجة اللي بيعاني من أصابته وليسته بتأهل ما عندوش أبشنز كتير يعني روة وإمام روة وإمام وزكري الوردي وزكري الوردي هنا فيه مشكلة زكري الوردي بيعمل مستويشن جدا بيفقد التمركز كتير جدا في الملعب وعنيف جدا بيعيب متحرك عنيف جدا أه طبعا هوه مش عنيف هو مش عنيف هو تدخلاته متهورة متهورة مش عنيف يعني بتدخلاته مش مش ما تصبش بس هو متهوش ويفقد التمركز كثير. النقطة اللي كان بيقول عليها يا فاروق فيما يخص الخبرات في الملعب متفق معها جدا ولكن كان عندي تصور مختلف. لو لعب فريرة لو لعب بثلاثة خمسة اتنين زي المطش اللي فات لانه عندوش ابراهيم انداي ومعندوش ممكن مصاف اشال بياخد دور في الشوط التاني بس مش يبدأ بي من الاول. فلو لعب ثلاثة خمسة اتنين بزيزو وسيف الدين الجزيري اللي اتنين مهاجمين صراحة مش زيزو وينج زي ما كنا متعودين عليه. هيتطر يلعب وراهم بخمسة فهيتطر يلعب بالثلاثة اللي هما زكريا الوردي وامام عشور ووروقة. هنا ممكن تستغل لفكرة انه زكريا الوردي بيعمل ميس بوزيشنينج وانه امام عشور بيروح يبقى وينج رايت عشان يعالج حتة الملعب المايل ده لان يسيزو بيبقى في الشمال اكتر. بان انت تنزل محمد مجدي افشا في نص الملعب جنب حمدي فتحي بحيث ان انت يبقى عندك ديسترور وعندك ريجيستر عندك واحد يستغل الميس بوزيشنينج بتاع نص الملعب وينقل الكورة بشكل سريع لنص ملعب المنافس عشان تستغل المساحات اللي هتتساب. وورا زكريا الوردي وورا حمزة المسلوسي زي ما كنت بقول في خط الدفاع فكرة عمر السلية هي فكرة كويسة لتأمين الدفاع خاصة ان عمر السلية عنده كواليتي في ما يخص الباس بيعرفين الملعب بس فكرة ان انت تلعب بلاي ميكر صريح في نص الملعب وقدامه بلاي ميكر برونو سافيو مثلا يعني بكلم على التشغيل حمدي افشا برونو بيرسي تاولا وجاهز او حسين الشحات طاهر في الشمال او عبدالقادر وقدام محمد شريف متفق تماما مع فاروق فيما يخص لا مش شادي في البداية انا شادي بصراحة شادي لا شايف انه شريف طبعا خبراته في ماتش الزمالك سكورر كل حاجة تمام جدا بس شايف شريف بقاله فترة بيعاني من ضغط انه عايز يجيب اول جول يعايز يجيب جول فاهم ازاي مع اهمية المباراة مع انه فرصة ضيئة في المباراة من النوع ده ممكن تزود الضغوط على شريف شوية فشايف انه لو شوفنا ماتش اسراميكا هنلاقي في وجود خمس لا خلينا خطيني حتة حالوة خلينا اسألك ايه ايه المفاجآت اللي ممكن تبقى من بره يعني لو سألت الناس في الشرع النهاردة تشكيل الزمالك ايه تشكيل الاهلي ايه طريقة الزمالك ايه طريقة او طريقة فريرا ايه طريقة كولر ايه 99% من الناس هتقولك نفس القصة ايه اللي ممكن يكون او طو دا بوكس ايه اللي ممكن يكون مفاجأة من فريرا لكلر ومفاجأة من كولر لفريرا خلينا نقول فريرا لو فكر في مفاجأة انه هو ملعبش 3-5-2 ويلعب 3-4-3 وجود شيكبالا اعتقد انه هو ممكن في المباراة دي شيكبالا يعني في المباراة دي ممكن يلاقي نفسه او هو بيلاقي نفسه بيقول انه بيلاقي نفسه ضد النادي الاهلي فممكن يبدأ بيه من البداية وان كنت ارجح ان فريرا تفكيره الدفاعي وتأمينه هيخليه لعب بخمسة ثلاثة اثنين ليش هيغير ان يلعب بثلاثة اربعة ثلاثة فدي المفاجأة اللي ممكن تحصل ومش هتحصل من نادي زمالك مفاجأة اللي ممكن تحصل من نادي الاهلي انا اتمنى يعني اندفاعه جومي من البداية زايد عن الحد ليه لان الزمالك لو رجعنا للمباراة اللي فاتت هو الخمس مدافعين بتوعه ما بيتقدموش فدايما عنده كسافة في منطقة جزاؤه وحاولين منطقة جزاؤه وسط ملعبه والمناطق الهجومية عنده فيها مساحات كبيرة جدا فانت ما يبقاش فيه لقيبة عندك متواجدة في المساحات دي انت مش متستغلها فممكن يتواجد شريف وشادي من اول المباراة انا اعتقد ان ده تفكير ممكن تبقى مفاجأة وهيدغط بيه على العمق ادفاع نادي الزمالك وممكن يكون ليها يعني في البداية كده تأثر على الزمالك وتعمل ربكة لان المطشط دي مهم جدا ان انت اول عشر ده يبقى فيه ربكة في الهداية طبعا سيبك من الخطة والتاكتك والرصة والجهز الفني خالص انا عايزك تكلمني على الحداشر في مواجهة الحداشر جوة الملعب مين خاف من مين اكتر يعني الحداشر دول وصد الحداشر دول لما انزلوا الملعب والحاكم لصفر في بداية المباراة لم يبدأت وهم قافين في الملعب مين خاف من مين اكتر و هذا محد ربكة لا يحد شي خاف من الثاني الزمال البطل الدوري الأهلي كسبان في او مش خسران على الاقل في الموسم اللي فات من الزمالك ذهب او قياباً ما خسر ولا مباراة ذهب او قياباً الملعب موش هو حلوة على الأهلي الأهلي خد عليه 2 سوبر في مقابل أن الزمالك خسر عليه 2 سوبر. لا خسر 1 سوبر والثاني كان ليس من الزمالك. الملعب الثاني في الإمارات هو الزمالك الذي يشه حلو على الزمالك. الزمالك ليس لعب عليك. ففي عامل نفسية في صالح الأهلي وعامل نفسية في صالح الزمالك. أننا داخل بصفتي. يعني الناحية المعنوية أو النفسية راس براس. إكوال شوية مع الوضع في الاعتبار. أننا كانت ممكن أقول أن الزمالك قد يكون يخاف أكتر شوية بلو كان الموسم اللي فات قبل التدعمات قبل ما نجيب زكريا الوردي قبل سيف الدين جزيري قبل مستوى العظيم ده. أي نعم جاب براهيم انداي براهيم انداي مصاب بس عنده مصطفى الشلبي عنده زكريا الوردي عنده مصطفى الزناري قفل برضو حتى كان فيه مشكلة في الزمالك في خط الدفاع اتقفلت بمصطفى الزناري قبل ما نجيب عمر جابر عشان نحل مشكلة الباك اليمين قبل ما عندنا المجموعة المتميزة والفرايتز الكتير اللي موجودة في الزمالك فبالتالي الأهلي كان ممكن يبقى كعبه أعلى شوية نفسيا لو كان الموسم اللي فات الموسم ده اكل بالزبط انا بشوف لا انا مش متفق انا يعني من يمكن من حبك وانت مش متفق اه لا يعني انا خالد انا متفق معاك افكار التكتكية بصراحة متفق معاك ان اي مبارات اهلي وزمالك انا بشوف النادي الاهلي بيخش بيبقى هو المتسيد وهو مع نوياته افضل ودايما دايما حتى لو الزمالك محق بطولات وحتى لو بيجيب او نتائجه كويسة بشوفه دايما في مواتشات الاهلي والزمالك بيبقى فيه ربكة دايما في اول ربع ساعة او تلت ساعة ولو الاهلي في كل مباراة استغلب داية المباراة القمة اعتقد انه هو هيحسمها بدري زي المباراة بتاع الخماسية الشهيرة الاهلي لازم لازم يخش المباراة بدوافع خسارة لقبين دوري فاته فاعتقد ان الدفع دا الواحده في حد ذاته وخصوصا ان المباراة هتقدي الفوز ببطولة فده كيف اللعبة النادي الاهلي سكور كبير ولا فرق بسيط ولا وقت اضافي ولا ركالات ترجيح انت بعض ده مش قرار ده السؤال انت بتحسبش عليه لانه هلش يقدر يقوم سعرف بيبقى فيه احساس كده اقول لك حاجة لو النادي الاهلي سجل ممكرا ممكن يحصل راب كلمتا اتكلمت عليها ان الزمالك ما بقاش عارف هو هيهاجم ولا يدافع اعتقد ان ساعتها النتيجة تبقى كبيرة صحيح النادي الاهلي لكن لو عدى اول نص ساعة والمباراة لسه يبقى جيم مقفول وهيروح للاخر طيب عندك تعليق على مطفق قول مختلف وردهاله طيب نروح بقى يا طبعا حلقة بكرة كلها كلها مطش السوبر اعايدكم بارقام وبتفاصيل ومتابعة وبنقل مباشر من الامارات عشان نتطمن على السعادة الفعلية النهاردة يوم وصول بكرة ان شاء الله تبدأ للسعادة الفعلية لنادي الاهلي ان شاء الله هنكون مع الفريق ومع بعث النادي الاهلي لحظة بلحظة ننقل بقى اللي ملفنا النهاردة قبل ما ننقل ممكن اقول حاجة اخيرة في مفاجأة يلا 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 فيما يخص شادي وشريف انا لا اه 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 فيما يخص شادي وشريف عشان اعادت تقلبها في دماغي رجعت في كلامي لا مش مرجعتش في كلامي لما كنت بتسأل فاروق ايه المفاجآت اللي ممكن تتعامل انا بشايف حاجة ممكن تتعامل انها تتعامل اربعة اتنين تلاتة واحدة طبعية جدا بس الوينج رايت يبقى كريم فؤاد مش حسين الشريف عجب الكريم فؤاد هنا والفكرة فيها ايه انه في الحالة الدفاعية ننقل اربعة اربعة اتنين عشان وجود حمدي فتحي ووجود بقى افشة كده في عدد اقل من المدفعين ناقص في نص الملعب فكريم يرد يبقى اربعة اربعة اتنين وفي الحالة دي تلعب بشادي حسين وينج ليفت وفي الحالة الدفاعية وشريف راس حربة وفي الحالة الدفاعية الاتنين يخشوا وينجوا اتنين رس حربة فاستغنى عن عبدالقادر لو نزوله شروط تاني عبدالقادر على فكرة معرفش فاروق يتفق معايا ولا بس فنيا عبدالقادر بيبقى افضل بكتير لما بينزل لشروط تاني مش لما يبدأ المباراة بيبقى افضل بكتير اهم ورقة ربحة في الاهلي او اهم ورقتين او تلاتة لو عايناتوا ربحة في الاهلي شايف انه كولر يخليه يعني يخليه جمبه ينزل يغير سيناريو ماتش واهم برضو ورق ربحة فاروق لا دا انا كنت عايز اقول ان عبدالقادر في الماتش دايب ورق ربحة النادي الاهلي ليه لان الماتشات الجمهيرية دي اللعيب الحريب فيها بيستنيها خد بالك ان الجمهور في مالي مدرجات برضو دي حاجة هتأسس دا لعيب الحريب بيستنى القهات لما يسمع ان هو يعد من اللعب والتاني والجماهير صوتها اي جالجي اه طبعا لا طبعا عبدالقادر وعلي معلول في ماتش الانجالة سعودي في البتاع تتمزجه اول ما واحد بس ان الجمهور قال اه العتلين بتتمزجه الجابهة دي انا مستنيها في ماتش الزمال الجابهة معلول وعبدالقادر وحتة كريم فؤاد دي انا بشيد جدا بمارس الكولر فيها لان هو ترتيبه الثالث في الزهير الايمان بعد وجود رجوع اكرم ومحمد هاني فانه مفنش السيزن اللي فات بمستوى هايد ورقم انتخب وهو لعيب كويس ولعيب صاعد وعنده امكانيات فهو لا انه هو ممكن ما ياخدش دقايق في مركز الزهير الايمان لازم يوظفه في مركز جديد ودفع به في المركز ده وعلى فكرة مش اول مرة يدفع به في الماتشات الرسمية كانت اول مرة لكن في المباراة الودية غاد التجربة دي كتير وجربه وقال انه هو لعب سريع ينفع يكون جنيح وفعلا النجح في المركز ده